السوق التركي في منطقة الشويخ أحد أهم الأسواق التي يقصدها على حد سواء المواطن والمقيم لشراء المواد الغذائية بأسعار زهيدة لأن مدة صلاحيتها شرفت على الانتهاء أسعار نسبيا أخف يعني بس يعني أحيانا بتشوفها مثل الجمعيات وأحيانا أخف شوي في صلاحية يعني في شهر في شهرين وينتهي بس إذا تودي حق اليال لا يأخذونا بيأكلونا اليال هذا ما عندهم صراحية منتهي يأكلونا عادي في أشياء بالسوق كويسة يعني بتتناولها بتشيل شوكولاتات بسكوتات خضرة بتشيلها فيها شهر فيها شهر ونصف شهرين بتشيلها بتاخذها بتمشي أنا على العموم أنا ما أشتري مني للبيت ما أشتري أشتري من الجمعيات أحسن هنا تلقى أسعار فرق عن الأسواق المركزية والجمعيات نحن أخذ بالجملة اللي عنده أطفال اللي عنده عوائل تفرق معه يعني أنا بنفسي أخذت وشفت وديتها للبيت وشفت كبه صنفي يعني معفن عشان شذي أقول يعني أهم شي يكون تراغب بائعان اختلف رأي كل منهما حول صلاحية المواد الغذائية التي تباع في السوق التركي فيه ناس عندها بتشتري بناء شطوكات من الشركات وبتبيعها لا فيه ناس بتجيبها يعني بطريقة غير مشروعة بأي طريقة من الطرق وببيعوها صار الآن في السوق هنا ما في مصداقية ما في بضعب تيجي عن طريق صحيح إلا ما عنده رحمة ربي إما لما يجيني واحد من بره الشارع يقول أنا معي بسيارتي كارتونتين تعالي شتري منين جيبتين يقول كلك مش شغلك أنا عندي أنت متشتري غيرك بشتري بضاء عندنا هي قدامكو أي حاجة في المحل أقل في شهر وشهرين يعني مثلاً أي حاجة هنا مثلاً ده السعر مثلاً بره ثلاثة دنار إحنا نبيعوه هنا بدينار و 2020 شهر واحد 2020 وإحنا في شهر 12 يعني مثلاً عندك مثلاً الطحينة دي بتتبيع بره الحبة بدنار نبيع حينما مثلاً الثلاثة أربعة بدنار لكن المحل قدام حضرتك وشوف أي حاجة لو طلحت فيها يوم زي الناس بتقول ولا حتى أسبوع على قل أنا يعني سكر المحل وعن مدى تأثير هذه المواد الغذائية التي تشارف صلاحيتها على الانتهاء على صحة الإنسان يقول أهل الطب بالنسبة للأغذية ينصح بأننا ناكل الغذاء الغير منتهي الصلاحية السبب في الموضوع طبعاً أي نوع من أنواع الأغذية اللي منها النوع تكون محفوظة بمواد حافظة المشكلة طبعاً في المواد الحافظة هذه لها فترة معينة تحافظ على هذا الأكل بدون ما يضر الإنسان فالمادة الحافظة راح تكون متأثرة بانتهاء الصلاحية الشيء الثاني طبعاً الغذاء نفسه ممكن يفسد لأن المادة الحافظة أصلاً فسدت بانتهاء الصلاحية هل هي مضرة للجسم الإنسان؟ طبعاً مضرة ممكن الدخل في مشاكل إحنا الأغذية اللي فيها مواد حافظة أصلاً ثبت أن هي ممكن تأثر على جسم الإنسان وتسبب أمراض لا سمح الله الخبيثة مثل السرطان والأمور هذه فما بالك إذا كانت منتهية الصلاحية راح يكون تأثيرها أسوأ وأخطر من لما تكون حتى بس نقول مواعد حافظة لا تستغلي شيء علشان صحتك وصحة عيالك وبيتك وعايلتك فأحرص على الأماكن اللي قاعد تشتري منها الأكل ترجمة نانسي قنقر